سلام اخواتي ان شاء الله تكونوا كامل بخير وفي احسن احواليكم هن يعطي لكم بعد غياب حبيت نشارك معكم اليوم هادا لاغوثات نرجع لكم بحاجة اللي تكون حلوة وربي حلي ايامنا وايامكم ان شاء الله اليوم نوصفة انتعنا هي فخيزية بما ان وقت الفرولة فنبروفيتين ونديروها كوصافات اذا احنا في الكاثرونة اول حاجة نحضروا الشاربات اللي درت فيها نصف كاس انتع صكر حرش مع كاس انتعمة نحركهم مع بعضهم ونحطهم فوق نار قريبة من المتوسط كي يوصل درجة الغاليين نح 17 دقايق ونطفي عليها لما نطفي عليها هنا نحط لها نصف مغرف صغيرة انتع فانيلي كيد لانو الكمية تاشربت اقليلة ونخلطها بالنسبة لفانيلي كيد ستعملوا هادي اللي لو انتحها يعني جاية كلاق هكا بش متتبدل للكومش لكو لغو انتع كومس وعتاش شربت ولا انتع اي حاجة ستعملتوها فيها انا شريتها من عند خالد باللعداز من جهة تانية نحضر الجنواز اهنا في الوعاء حطيت زوج بيضات اللي كنت خرجتها من قبل من التلاجة طبعا انا عم بلكم في القاعدة تالجنواز تاعي اللي نخدم بيها اللي هي كل بيضة يعني البيضة الوحيدة ندير معها 30 جرام متى صكر حرش مع 30 جرام متى فارينا فهنايا اللي انو استعملت زوج بيضات اه حطيت 60 جرام متى صكر حرش مع 60 جرام متى فارينا اول حاجة رح بالباطغ نخفق جيدا هذك البيض اه مع السكر حتى يعني ان يبياض هذك البيض ويداعف حجم الخاليط وتاني انت اكدو باللي الحبيبات هذك انت السكر دابو لنا بعدها عادة نبدأ ونضيفوه في الفارينا طبعا انا درت زوج انت الجنواز واحدة يعني صورتها معكم واحدة صورتها خلف الكواليس لما طلعت البيضة انتاعي هنا نضيف الفارينا مغربلة على زوج دفوعات بعد الطريقة ومبعد نبدأ بالسباتيول نحركها بشوي مل تحت الفوق حتى ندخل كامل هذك الفارينا في الخاليط انتاعي اه دوك تفهموا لي ايا كي قلت لكم درت هذك مرات يعني هذ الجنواز بش نقصد اهنايا حطيته يعني الشطر الاول انتاع الفارينا نصيد نضيف الشطر التاني وطبعا قبل ما نبدأ نخدم الجنواز الفوق كنت حطيته يسخن على 180 درجة ونخلط بهذا الطريق لما نخلط يعني مليح الفارينا هذك وتدخل كامل في الخاليط انتاع البيض نكون ومجد الصينية اللي راح نطيبها فيها نكون دهنتها بالزبدة وغبرتها بالفارينا سنو ديروا لها ورق الطبخ انه هنا يعني خلاص لي بابي كويسان اللي بهاز تعملت الفارينا والزبدة اه اه انا لانه نحتاجة الزوجة طبقات انتاع الجنواز فهذه كانت الطبقة الاولى يعني هذي المرحلة الاولى او بالاحرى يعني الجنواز اللي خدمتها اه هنايا ما رحش نتاليها اه لانه يعني هاد الحجم يساعدني على حساب اه السيخ صو اللي رح نخدم به فاليها دخلي هكي ما هكا برك نخبط الصينية شوية باش نتخرج الفقاعات اللي جاية في الجنواز وندخلها طيب في الفرن اللي قد لكم سخنته مسبقا على ميوت 8 درجة من 14 حتى 16 دقيقة يعني مشي كمالو بسكويرولي اخي نخليوه ما طيبوش بزيف باش ما يتكسرناش ولكن اه يعني الجنواز هذي لازم طيبوها شوية من الجهة ثانية رح نحضر لك خيم ديبلومات اول حاجة نحضر لك خيم باتي سياغ هنايا في ماء يعني شبه متلج حطيت تسع قرامات انتاع ورق الجيلاتين ما يعادل ثلاثة اوراق اللي كنت يعني شريتهم من عند خالد وطلقهم متوفرين عنده خليت هذك الجيلاتين يرطاب في هذك الماء البارد وهنايا في كسرونة حطيت 360 مليلتر انتاح حليب وحطيتها فوق نار باش يصخن لحليب من جهة ثانية في وعاء هنايا حطيت ثلاثة صفار بيض 80 جرام انتاع صكر حرش وراح بالفوي يعني نسيين خلط هذك الصكر جيدا مليح مليح مع صفار البيض فقط كما هكا بالفوي حتى يعني تلاحظوا باللي صفار البيض انتاعكم هذك تفتح اللون انتاعوا بهذه الطريقة في هذ المرحلة رح نضيفه 30 جرام انتاع مايزينة طبعا فيما بعد نكتب لكم كامل المقادير في صندوق الوصف ونزيد نخلط هذك الميزينة جيدا مع البيض والصكر بهذا الشكل يكون يا لبنات الحليب انتاعنا هذك سخن وش نديرو رح نجيبوه نفرغو كمية منه بهذا الشكل ونخلطو بسرعة باش ميطبناش هذك البيض في الحليب الساخن بهذا الطريقة لما تتجنس المكونات رح نكمل نصب كامل الكمية المتبقية نتاعلى حليب ونكملو طبعا نخلطو بعد ما خلطنا المكونات جيدا رح نعاود ونرجعوهما في الكسرونة ورح نعاود ونرجعوها فوق نار قريبة من المتوسط مع التحريك المستمر حتى نتعقد الكريمة انتانا لما تعقد الكريمة وتلاحظو هكا باللي بدأت تغلي وبدأوا يديرو فيها فوقعات رح ننحوها من فوق النار ونضيفو لها 15 قرام زبدة اللي تكون ترية بها الطريقة ونخلطو ملي حتى ندوب هذك الزبدة ولا مرقارين يعني وش متوفر عندكم اخدمو به لما تدوب الزبدة ناخدو هذك الجيلاتين نعصروه جيدا بهالطريقة هنا اللي بنا انتا تقيدو بالمقادر اللي مديت لكم جيدا الوصفة تتطلب الجيلاتين يعني باش لك خيمتاكم تبقى حكما رحها هنا ايا رح نضيف الاخير يعني النكه الكريمة تاعي بحوالي ملعقة صغيرة وده ما عندكم استقدروا تديرو لفاني اون بودغ نغمال هنا رح ناخد عفون وعاء وراح نفرق فيه الكريمة انتعي بهذا الشكل رح نغطيها بورق فيلم وراح ندخل هالتلاجة على الاقل ساعة هكاك حتى نتحكم روحها مليح طبعا هي اللي انو فيها الجيلاتين فراح تحكم روحها يعني في وقت قصير نغطي هكا السطح انتع الكريمة باش متشكلناش هذيك القشرة اللي تجي فيها بهذا الشكل وراح ندخلها للتلاجة بعد ما فاتت الساعة خرجتها وكنت جبت وعاء تاني حطيت فيه ربعمية وثلاثين ميلي لتر انتع كريمة سائلة يعني نسبت الدهون تاحها خمسة وثلاثين بالمئة البناج هذي الوعاء كان بيه بالكريمة في التلاجة يعني باش كي نجو نخفقوها تطلع لنا بشكل جيد كيما أقول بكم لازم تكون المادة الدسيمة اللي في الكريمة تعنا خمسة وثلاثين بالمئة اذا خفقتها بالباطق بهذا الشكل حتى نتمسكت الكريمة بهالطريقة وبعد راح نبدأ ونخلطو الكريمة ديبلومات انتعنا لي متكونا من كريمة سائلة مخفوقة وكريمة الباتيسيار اولا هنا الكريمة باتيسيار تعني كما اشتوا بعد ما تمسكت في التلاجة لازم نخفقوها حتى انتولي ليس بعد عادة نبدأ ونضيفه الكريمة السائلة تدريجيا انا هاد الفخيزية يعني كنت حضرتها الافتتاحيا تامحل يعني تاوحدة حبيبتي ولهذا يعني المكونات اللي خدمت بها شوية يعني ممكن تبين لكم مكلفة فينا الكريمة هاد السائلة تقدروا يعني تبسطوها وتعودوها بكريم شانتية اذا هنايا كيما شفتو نبدأ نضيف الكريمة المخفوقة بالتدريج ونخلطو بهذا الشكل المرة الاولى نخلطوها بالباطغ المرة الثانية رح نخلطوها بالملعاقة حتى نتحصوها لكريمة رغوية نوعا ما نخلطو بهذا الشكل غير بشوية حتى نكملو كاملة كونتيتي متاع الكريمة البيضاء نشوفو كيفاش قاعد نخلط غير بشوية الان نجو المونتاج انت الفرزي انتعنا هنا عندي حبات انتع فرز بعد ما كنت يعني نقيتهم اغسلتهم ونقيتهم نحيط لهم الشابون تحهم وضروري تنشفوهم مليح مليح من الماء اذا رح نقسمهم على زوج بهذا الطريقة يعني هنا استعملت يعني عدد مليح على قد على حساب السيرثو اللي رح نخدم به هنا يشوفو كيفاش بلاسيتهم بهذا الشكل على جيل باش يكونوا في مستوى واحد ويكونوا قد بعضهم في الطول والنحي الزائد من الحبة متاع الفرز باش كينجي نحطهم في الصينية يكونوا قد بعضهم او بالاحرى في الصيخصو دورك تشوفو يعني تفهمو قصدي هنا جبت الصيخصو تاعي اللي القطر انتعو 23 سنتيمتر وبلاسيت فيه الحبات متاع الفرز بهذا الطريقة ديفو الصورة يعني تشرح لكم اكتر اذا جبت الجنواز اللي خدمتها وجبت هاد الصيخصو اللي جاي صغير شوية لهذاك اللي قاعدين نخدم به هنا يدر تلو القطر انتعو حوالي 21 ونص سنتيمتر ولا 22 مهم يكون اقل من القطر انتها السيخصو يعني البخينسيبال اللي قاعدين نخدمو به اللي هو هيدا ناخد الدائرة انتا الجنواز تاعي بها الطريقة ونسيين عد الهملي حكا مع الحاوف انتا الحبات انتا الفرولة هنا راح نشربها تبتلك الشربات بعد ما بردت يعني راح نشربها جيدا به الطريقة على كامل الجوانب وهنا حطيت الكريمة في اللابوش بهذا الطريقة ووزعتها سير داير هكا مع الحبات تالي فرس يخطو في هدوك الفراغات وكذلك على السطح الجنواز وبسباتيل نرح نعدلها بهذا الطريقة الكريمة عليك كامل الحواف انتا القالب اللي اختمت بيه بعد ما نعدلها جيدا راح ناخدو انصاف حبات الفراز ونوزحهم بهذا الشكل كطبقة اولى بعد ناخد كمية من الكريمة يعني من كتروش بزاف جسمة يعني نغطيو هدوك الحبات انتا او انصاف الحبات انتا الفرولة ونعدلوهم بهذا الشكل او نعدلو الكريمة بهذا الشكل بسباتيل هنا يا عندي دي مخصو انتا الفرولة تاني راح نستعملوهم كطبقة تانية ونوزحها بهذا الشكل يعني طبقة تانية دارتها دي مخصو صغار نزيل نحب كمية من الكريمة كيف كيف بلا ما نكتروه بزاف وبسباتيل نغطيهم كامل بهذا الشكل واخيرا نجيب الجنواز التانية اللي قد كم خدمتها خلف الكواليس ونبلاسيها بهذا الشكل ونشربها حتى هي بنفس الطريقة كما درت الجنواز اللولة وحتى هي قصيتها يعني كما قصيت الجنواز اللولة راح نغطيها باخر طبقة من الكريمة بهذا الطريقة وندخلها للتلاجة حوالي ثلاث ثوائع باش الكريمة هاديك تحكم روحها جيدا قبل ما نديرو الخطوة الاخيرة هنا الطبقة الاخيرة كما تحبو تحبو تديرو كونفيتور متاع فارولة تحبو تديرو فلان متاع فارولة كما حبيتو انا هنا قدرت يا لبنات هادي الحشوى متاع البستاش دوبتها شوية في الباماغي شوية برك بحطلقت روحها لان الجو بارد كانت متمثكة شوية ومبعد خرجت الفخيزية تايم التلاجة وحطيت عليها هديك الحشوى متاع البستاش يعني حبيت حاجة تكون مختلفة شوية وعدلتها علي كامل يعني الفخيزية من فوق بهذا الطريقة نعود ندخلها للتلاجة حولي الثاعة فقط باش تتماسك يعني هاد الطبقة اللي من فوق ونرجع لكم ان شاء الله بهنشوفو النتيجة هنا يا بعد ما نحيت لها السيرسو ها هي النتيجة كما شفتو جات يعني من ارواح ما يكونوا مختلفة شوية لهذا كالكونفيتور اللي نديرو من فوق ولا كل الفراولة ولا الفلان يعني كل واحد كفهم لي في خدمها اما التزيين فكان جد بسيط اخديت انصاف انتها فراولة بهذا الطريقة حطيتهم بلسيتهم بهذا الشكل وحطيت هدوك العقاشات وفقط وحطيت اللوغو متاعي بما انو رح تتقدم في حفلة متاع افتتاح اذا ان شاء الله تكون عجبتكم جربوها يعني هي اكيد ان شاء الله رح تعجبكم مدقتها من ارواح ما يكون لكخيم ديبلومات تجي خفيفة على كخيم باتيسيا وتجي ابن والاهم يعني تجي نقص احلاوة ان شاء الله تكون عجبتكم كذلك فكرة التزيين كيفاش كاسينا اللون باللون الاخضر هذا هو الفيديو التالي تالي يوم نلتقي في فيديو لاحق اشتركوا في القناة